الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين الوفاء لا سيما بالعهد من أفضل شيام عباد الله المؤمنين بل من أفضل شيام صفوة الله من عباده من الأنبياء والمرسلين يقول الله العظيم في القرآن الكريم في شأن أب العرب سيدنا إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا أول شيء ذكر به صادق الوعد الوفاء ولذلك إذا كان هذا هو طريق المتقين والأنبياء والمرسلين فشأن أهل الإيمان والمحبين أن يسلقوا هذا الطريق ولذلك يقول تعالى لهؤلاء في القرآن الكريم وَلَا تَقَارَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِهِيَ أَحْسَنُوا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولَهُ خلق الوفاء من أعظم ما يكون في الإنسان لا يقدره ولا يقدر قيمته وما يحويه اللسان إحساس ينتقل من إنسان لإنسان هذه هي الزوجة الوفية السيدة خديجة رضي الله عنها يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهارا من البعيد قبل القريب ومن الأقرباء قبل الغرباء إيذاء في نفسه وفي أصحابه ليل نهار ويحمل هم الدعوة ولكن إذا ما دخل البيت يأتي الوفاء يأتي الراحة والسكون والاطمئنان من تلك الزوجة الوفية التي لما ماتت ونزع هذا الوفاء سمي هذا العام بعام الحزن وإذا بالنبي الوفي وفاء يليق بأكمل البشر كانت لا تذكر إلا يذكرها بكل خير لدرجة أن نساءه غارت منها سيدة عائشة تقول ما غرت من أحد ما غرت من خديجة وما رأيتها تغار منها على رغم من أنها لم ترها تغار من ميتة نعم من كثرة وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أنها في أحد الأيام لما غارت قالت يا رسول الله ما كانت إلا عجوزا من عجائز قريش قد أبدلك الله خيرا منها تقصد نفسها قال والله ما أبدلني الله خيرا منها آمنت بي إذ كفر الناس انظر للوفاء وهي ميتة آمنت بي إذ كفر الناس صدقتني إذ كذبني الناس وآستني بمالها إذ حرمني الناس رزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء بل تدخل امرأة في أحد الأيام على النبي صلى الله عليه وسلم فيسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمها فتقول جثامة المزنية فتذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فغير اسمها إكراما لها قال بل أنت حسانة المزنية وأقبل عليها إقبالا شديدا تعجب منه الجميع قال كيف أنتم وكيف حالكم وكيف صرتم بعدنا فالجميع لحظ هذا فلما انصرفت سألت السيدة عائشة رضي الله عنها من هذه وما هذا الشأن لها من هي يا رسول الله فيخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بالسر إنها كانت تأتينا زمن خديجة كل هذا وفاء للسيدة قديجة إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد حسن الوفاء من الإيمان وكيف لا يكون هذا شأن أوفى الأوفياء مع زوجته وهو الوفي في أحلك اللحظات مع الأعداء سيدنا حذيفة بن اليمان يخبرنا بأنه لم يشهد بدر غزوة بدر هو أبو حسين لماذا؟ لأنهما في هذا التوقيت أراد المدينة فوقفت أمامهم قريش ما تريدان إلا محمد تريدان أن تقاتل معه قال لا ما نريد إلا المدينة نريد أن نذهب للمدينة لا علاقة لنا بمحمد صلى الله عليه وسلم فأخذوا عليهما العهود والمواثيق من الله جل وعلا فلما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه بالأمر وصل إليه في غزوة بدر وهم في أحوج ما يكون لرجل واحد لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهما إن صرفا لماذا يا رسول الله؟ قال نفي لهما أو نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم خلق الوفاء خلق أهل الإيمان وأهل القرب من الرحمن أسأل الله العظيم أن يجعلنا من عباده الأوفياء وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر